اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة طارق السيد ردا على سؤال هل التجديد لزيزو سيؤثر على قضة لبس الزمالك انت كابتن مصر ورفعت كاس أمم إفريقيا مرتين ياحمدي حسن وتعلم أن هذا الكلام غير صحيح والكلام عن قضة اللبس ستتضرر اختراع أي لاعب عليه أن يتقلق ويأخذ ما يريده أي لاعب في مصر يريد أن يكون مثل زيزو في أرقامه يفعل مثله هل أنت لم تكن تحصل على أعلى راتب وكريستيان رونالدو عندما حصل على أعلى راتب أو ميسي هل قضة اللبس تطررت؟ طارق السيد إمام عشور يحصل على أعلى راتب في الأهل لماذا قضة اللبس لم تتضرر؟ إمام يحصل على عائد إضافي من الإعلانات ورجال الأعمال الأهل يعطي كل اللاعبين عقد ثابت واحد لكن يدخل للاعب أرقام من رجال أعمال ورعاية كيرة جدا أنا مع بقاء زيزو في الزمالك مليون في المية الزمالك إذا كان يمر بأزمات مالية هذه الفترة فبعد أن يحل النادي أزماته ستكون الأمور مستقرة وخير كبير للكل طارق السيد مادام اللاعب حصل على شهرة وأموال ونجومية إذا لابد لللاعب أن يتحمل طروف النادي في بعض الأوقات الله يكون فعون إدارة الزمالك لأنهم يصابقون الزمن من أجل حسم هذا الملف وإن شاء الله يحسم تجديده خلال الساعات القادمة أتمنى أن يستمر رجيزو ويتم غلق هذا الملف أحمد محمود لاعب الزمالك المعار للجونة كابتن عمر جابر عامل موسم من أفضل مواسمه وبتعلم منه وأكيد المنافسة هتكون شريفة وفي مصلحة الفرقة الجمهور محتاجهم خصوصا السوبر الإفريقي والزمالك يقدر ينافس على البطولات بأي حد الزمالك خط بطولتين دوري مع فريرها باللعيبة اللي لسه طلع خالد الجوادي مترجم كولر السابق كولر يعتبر زيزو واحدا من أهم لاعبين في مصر بل أهم لاعب في مصر في مركزه كولر كان في مباريات الزمالك له خطة واحدة وحسابات خاصة وكيف يوقفه كان يفكر في ذلك كثيرا في مباراة الدوري الناس استغربوا من تشكيل كولر رغم أنه كانت هناك دربكة في يوم المباراة في التشكيل وغير أكتر من مرة في التشكيل لكي يوقف زيزو وعن إن كانية تعاقد الأهلي مع زيزو كولر لم يناقش صفقة انضمام زيزو للأهلي لأنه أمر مستبعد جدا لكن زيزو يحلم به أي حد لكنه كان مستبعدا من الأهلي إيهاب الكومي جنش على رادار نادي الزمالك واللاعب رحب لكن طلب إنهاء المفاوضات مع إدارة نيدي مودرن سبورت والزمالك دخل في مفاوضات أيضا مع عبد العزيز البلعوتي حارس مرمى إمبي أحد مسؤولي مجلس الزمالك السابق تواصل معي وأكد أن عقد عواد لم يكن 18 مليون جنيه في الموسم عند التعاقد معه وإنما كان يصل إلى 10 مليون جنيه سيف زاهر كنت واقف مع رامل صوحي وأحمد سليمان أحمد سليمان قال لي قطعت أجستي علشان الصفقات قال لي زيزو حوزينه في الزمالك وقدمنا له عرض بمبلغ 60 مليون جنيه ومقدم العقدة هيكون من ضمن الفلوس دي وزيزو معاه 48 ساعة يرد علينا لو ما قالش تمام هنتجه لبيعه وفي اقتراح يكون في لجنة كرة تحت إشراف مجلس الإدارة وإذن الزمالك رمى الكرة في ملعب زيزو وقال 48 ساعة والقيد هيفتح اعتبر الموضوع خلص عمر قلاوة لعب سيراميكا المعار لسموحة قدمنا موسم جيد والكابتن أحمد سامي ساعدنا كتير أحاول تنفيذ تعليمات المدير الفني وتقديم كل ما لدي في الملعب وسعيد بثقة المدرب وعادة علي بالخير علمت بوجود اهتمام من جانب نادي الزمالك ووكيلي بلال خميس هو المسؤول عن تسويقي وأخبرني بوجود اهتمام من العديد من الأندية مثل البنك الأهلي والزمالك نادي كبير وشرف لأي لاعب وبالطبع سأوافق على الفور في حال وجود عرض رسمي من الزمالك ويتبقى لي ثلاث مواسم في عقدي مع الفريق وأنتظر تواجدي في المنتخب كل عام ولم يحدث أي تواصل معي من أي مسؤول داخل المنتخب معي وسأبذل كل ما بوسعي لتحقيق حلمي بالانضمام لمنتخب مصر إسلام صادق الاتجاه في حالة عدم تدخل رجال الأعمال وتقطير زيزو بالشكل اللي يليق بيه هيمشي من نادي الزمالك والعرض السعودي خمسة مليون دولار لزيزو في السنة الوحدة أي ما يعادل 250 مليون جنيه ودي معلومة مؤكدة ولو أي حد جاء لربع العرض هيمشي زيزو لو جدد في السنة مع الزمالك بمبلغ 150 مليون جنيه هيبقى مضحي عقلية زيزو تختلف عن أي لاعب آخر هو عامل شعبية وتاريخ كبير جدا داخل الزمالك وجمهور المنافس بيحترمه وطب لما أنا أروحي الأهلي أخسر لي جمهور الزمالك لا أعتقد أن زيزو يفكر في الانتقال للأهلي ومصلحة الزمالك رحيل زيزو نادي الزمالك ومجلس الإدارة مكبل بديون طائلة له في كل الألعاب إسلام صادق تويته تويته زيزو هو بيرد على أخبار مش حوار أنا عملت حوار صحفي مش خبر كل الحوارات اللي بعملها مسجلة صوت وصورة لكن مش بطلعها احتراما للنجم اللي عملت معاه الحوار وزيزو قال لي اتعرض علي 40 مليون جنيه بالضرائب منهم 30 مليون جنيه يتحملهم منضوح عباس وبستغرب اللي بيقول الكلام ده كده يبني هو أنا شغال تحت بير السلم إيه اللي يخليني أدخل نفسي في حوارات وارجع ووجع قلبي ومستحيل يقول الكلام ده ليا الراجل بيرد على أسئلة اتوجهت له محمد المحمودي هناك اجتماع أخير لزيزو والده مع مسؤول الزمالك لحسب مسألة رحيله الزمالك قدم عرض لللاعب ب40 مليون جنيه لكن هناك فارق كبير بين عرض الزمالك وعرض النادي السعودي وعلى الكابتن حسين لبيب أن يتحلى بالشجاعة وأن يخرج للجماهير ويعلن عن التفاصيل والأسباب التي تدفع مجلس الزمالك لبيع زيزو أو استمراره مع الفريق الكابتن حسين لبيب يعيش أصعب فترة في تاريخه الرياضي وتحتاج إلى هدوء وشجاعة في إدارة الأمور إسلام صادق أجريت الحوار مع زيزو وأتكلم بمنتهى الشفافية والوضوح كان لازم أسأله أنت لو مشيت راجع على أهلي قال لي خالص مش بفكر في القصة دي زيزو قال لي اتعرض علي 40 مليون جنيه بالضرائب منهم 30 مليون جنيه يتحملها ممدوح عباس وبستغرب اللي بيقول الكلام ده كدب يا ابني هو أنا شغلت احتبير السلم إيه اللي خليني أدخل نفسي في حوارات وأوجع قلبي ومستحيد يقول الكلام ده ليا الراجل بيرد على أسئلة اتوجهت له والعرض السعودي 5 مليون دولار ليزيزو في السنة الوحدة أي ما يعادل 250 مليون جنيه ودي معلومة مؤكدة ولو أي حد جاء له ربع العرضة هيمشي زيزو لو جدد في السنة مع الزمالك ب150 مليون جنيه هيبقى مضحي بس كده هدي كل الأخبار اللي كانت معنا النهاردة عن هذه الزمالك أتمنى الفقر أكون خفيفة على عددكم دعموا لعباك الفيديو وسابسكيب بالقرام وتشكيل جدا على دعمكم لعندكم أي ملحوظة سيبوهن في التعليقات سلام